السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد جميعه في قناتكم بتاشتري اي جي المصر موضوع الحلقة النهاردة يبقى مختلف موضوع الحلقة النهاردة يبقى مختلف هيبقى معنا عضيف جديد سيد سيد وهتشفوني كتير بعد كده بس مش على القناة لي على قناة الماك ان شاء الله يشوفوك كتير ادسنس و ازاي تبدأ شغل بجد مع شركة زي شركة جوجل و برنامج ادسنس طب احنا معلش بس ساعة اسأل شوات اسئلة كده و احنا نجرب عنها طب انا ممكن اسأل عبر ما تتخلص وتحضر التحضيرات بتاعتك لو عاوز تكمل وتحضير حضر لا يا بشر اتفضر اسم دلوقتي ليه لازم نربط اليوتيوب بأدسنس او ادسنس بيوتيوب اول حاجة انت محتاج من يوتيوب داخل عشان تقدر تشتري الكاميرا تقدر تشتري كرومة تقدر تشتري وحدات اضاءة وهكذا تمام مثلا انت عايز تشتري مايك و انت معاكش فلوس بالنسبة للمايك ان انت بس بتعتمل على فلوس الشوط فمش هتقدر تشتري جيد جميل الفكرة انت تربط حساب ادسنس باليوتيوب ان انت يجيلك داخل من التعب اللي انت بتابعه على الفيديو طبعا انت لسه شاف معايدين الفيديو من تاني بساب المساحة احنا بنتكلم دلوقتي انت هتربط القناة لي عشان يرجعلك داخل تقدر تعمل باللي انت عايزه تمام سواء كان ان انت تشتري معدات للتصويق او ان انت تشتري اي حاجة تساعدك في القناة مثلا تشتري جهاز كمبيوتر كويس تقدر تعمل علي ممتاج كويس يعني معنى صح ان انا بنربطهم ببعض عشان خطر الداخل اه تحقيق الداخل طيب انا يعود عليها داخل من الفيديو بتاعه خلاص انا خلاص اعرفت ان انا هربط ادسنس باليوتيوب عشان خطر الداخل طب انا ممكن اسألوا ايه ايه هو ادسنس ادسنس برنامج شركة جوجل اللي عمليته في 2004 اصيب لكم وصف الفيديو انا بتكلم برنامج ادسنس تحت برضو في الوصف ازا اصيب لكم نابط للفيديو ادسنس شركة يوتيوب وهنا في حزرة الاعلانات بين المعلق والناشئ من الناشئ بحيث ان بدلا ما الاعلام بتعرض عندك وانت مش مستفيد زيه مثلا فيسبوك بيتعمل شركة جوجل بيقول لك انت مش محتاج تكرى انت تتكلم مع معللت احنا هنجيب لك المعلق وهنحط عندك الاعلام نبسط لك الموضوع وندخل لك الاعلام احنا اللي هنجيب لك الدخل كمان هتكون هي الوصيف وهي اللي هتفعلك فتعاملك مع شركة زي جوجل اللي هي رقم واحد على مستوى العلق طبعا بيبقى فيه محله صغيرة شوية نتعمل مع شركة لها كان كبير طبعا طيب دلوقتي احنا ممكن نخلي الدخل ده نعتمد عليه اعتماد اساسي الدخل اللي يجيلي من اليوتيوب مثلا او من AdSense بص هو بالنسبة لدخل AdSense الدخل المتغيب متغيب ممكن تعتمد على الاعتماد اساسي في حالة انت يكون عندك ترافيك او انت يكون مشهور طبعا ايه الفكرة بقى لما يبقى عندك ترافيك بيبقى عندك دخل اكبر بيبقى فيها اعلانات مثلا غير قابلة للتخطي دي كده كده انت بتاخد منها دخل بس ممكن يكون فيها اعلان قابل للتخطي كل الناس بتعمله طبعا تخطي ما عندناش سياسة الناس بتشوف الاعلان على فكرة فمعظم المسلمين بيعملوا تخطي الاعلان فانت بتكسبش من الاعلان ده حاجة طيب تمام السؤال اللي بعد السؤال اللي بعد تمام مفوضا لا اسأل دلوقتي انا ازاي اربط AdSense باليوتيوب اليوتيوب في البداية كانتش عامل شروط ممكن اي حد اعمل برنامج AdSense بس كان عامله المحتوى الاوروبية لما بدأ مكانتش متاح له انه يكسب بس اي امريكية بس الفكرة ان انت كممكن برضو اخد اعلانات عن طريق Bartonchip والكلام ده وطبعا بياخده 45% من العرباح بتاعتك او 40% 5% كتايا يليوتيوب نفس بياخد 40% 45% برضو انت بتكلم ان نيوتيوب بديك 55% شوف بقى انت الخمسة وخمسين لما تاخد منهم يعني النص يعني بفضل 25% انت تخيل من اجمال 30% من اجمال تاعب كنتا يعني العلانات بتاعتك كنتا وانت اللي كسبانا وهم هياخده منهم 40% الجات ايه ده ام عاملاش يا بقى اعرف انت الشركات اللي بتيجي بيقولك الشجر دي وانت تجيب اثنين تحتك واثنين 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 يجيبوا اثنين اه اوه الشجر والتملاهو المهم خلينا في اللي حصل بعد كده ان يوتيوب قررت انها تسهل الموضوع شوية على المخطوة العربي وانها تضم المخطوة العربي للاعلاق وخصوصا ان بدأ المعلنين يطلبوا شوية بالمخطوة العربي لان في معلنين كتير جدا مستهدفين العربي لان انا نعتبر اكبر قاشرة على بسطة العالم للأسف طيب الفكرة كلها انت بتبدأ دلوقتي ان انا اقدم ادسنس فادسنس تاع دلوقتي امحتاج الف مشترك ليه الف مشترك؟ عشان انت عندك اكترافك يشوف الاعلام شركة يوتيوب بتضمن ان على اقل فيه الف واحد هشوف الاعلام فانت يقول شرك في الوصف طب يعني انا لازم ان تبقى عنده الف مشترك بس ده مساعد للفضل ده انا اللي ساكمين في الامر اعرف الف مشترك بالنسبة بقى للحجز التاني ايه هو حجز تاني الناس بدأت تتخطح فيها كي تلالف مشترك في فيديوهات بمعنى صح مخالفة جدا اليوتيوب وما ينفاش ناشر على يوتيوب اصلا فالناس بدأت تشترك علشان خاطر الفيديو دي الناس بدأت تشترك علشان خاطر الفيديو دي فبالنسبة للفيديو دي يا بدلهم مشتركات فبدأت العلانات فبس هعزفوا الفيديوهات وبدأوا احبطوا فيديوهات تاني بس كده يبغش او حاجة زي كده ده اللي احنا بنتكلم عليه فايتيوب راح اجيه عامل عائد كمان احنا عايزين اربعة تلاف ساعة مشاهدة انا اتأكد مني اربعة تلاف ساعة مشاهدة لاجمال الفيديوهات لاجمال الفيديوهات ممكن انت اضط نفس الفيديو الشعب العربي بسم الله ان شاء الله انا كان ممكن الاول اعمل الف ايميات واعمل بوم سبسكرايب واخد ايه اعلانات دلوقتي انت محتاج ان الالف ايميات يتفرجوا على الفيديوهات عشان تجهب الف ساعة عشان تجيب الف ساعة لو الفيديو بتاعك ساعة فانت بتكلم Yunn ان مش عايز دلوقتي اتغش انت بتكلم انه وتخيل ولا 4.000 ساعة رقم مبلغ فيك 4.000 ساعة لو انت الفيديو بتاعك مثلا ساعة و الف مشترك مين هيعمل فيديو ساعة يا عمي خلاص انت مثلا عملك فيديو دقيقة دقيقة جاب مليون مشاهدة بمليون دقيقة وكتنظر بس محدش هيعمل فيديو محدش هيعمل فيديو ساعة اقف المتوسط الله باي ساعة مساء اجمال المشاهدة يعني انا كده محتاجت سنة لا لا هو بيقولك سنة اصلا ان انت تجيب الحاجات دي بس انت كنت تتكلم ان اجمال المشاهدة على القناة يعني ان لو عملت فيديو الفيديو ده خمس دقائق وعادة 12 شهر كم واحد ممكن يشوفه مليون مليون في خمسة واحسب ساعاتك على كل فيديو هكذا بس المليون دي انت عاوز تنشف فيديو لا لازم بس ممكن يكون فيديو وطول ممكن يكون مطلوب باي خلينا في المهم السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده انت محتاج سؤال كمال السؤال اللي بعد كده بيه انا محتاج ان ادخل ايتيوب لا هو بص مش ليه انت محتاج تدخل ايتيوب هو ده قرارك انت لا السؤال بس معلش وانا منفعش ما فيش منصر ادسنسي نفسها بدأنا محوش على اليوتيوب فيه ادسنسي نفسها منصر لا منصر ان انا ممكن مش شرط ان انت تكسب من اليوتيوب من ادسنسي طب فيه مكان تلك تكسب منه اه انا عند المدونة عن موقع خاص وشخص بيه وبايسب من ادسنسي للدخل بتاعي من ادسنسي يعني انت في كل الحالتين دخلتيني في ادسنسي برو يعني يا راشة في اي حاجة احنا بنتكلم عن مستوى الاعلانات ثلاثة اربع او 95% من مستخدمين الانترنت في مجال الربح بيكسب من الاعلانات سواء بقى من ادسنسي او من اي شركة تانية للاعلان بس بالنسبة الادسنس دي اكبر شركة اعلان في العالم لانك بتكلم مع جوجل مع اكبر شركة في العالم فاكيد مفيش منافس طيب احنا دلوقتي لو حابين نشتغل يوتيوب لس يبقى الربح من مكان تنغير ادسنس ينفع بص هو انت ممكن تكسب عن طريق يوتيوب من غير ادسنس ومن غير ما تحقق شروط ادسنس ازاي بقى ممكن تكسب من اختصر الرابط وجوجل على فكرة بيانصح بكده بس يقولكش تبلغ في الموضوع ازاي بقى يعني انا ممكن اختصر الرابط واخد رابط المختصر اختصر واخد المختصر اختصر وخليك تخش في خمس ست موقع اختصر الرابط بس في حدود المعقوق مش كل الرابط مثلا تختصر الرابط الفيس بتاعك مش محتاجين احنا الهبط انا مثلا ممكن اشترك انا ممكن اصور الفيديو اسرع بكتير انت كده هتصور الفيديو او اختصر الرابط انت كده هتصور الفيديو احنا بنتكلم على حاجة قبل ما انت يجي لك ربحة ادسنس انا ممكن اشتغل مثلا افليت ماركتنج اتكلم مثلا عن كاميرا مع انا اشرح مواصفاتها الكلام ده واروح مصلا لشركة امازون او لا خلص انا اخب منك رابط الافليت بتاع اخبت في الموقع عني فاللي يشوفك ومعجب بالكاميرا هيعمل ايه؟ هيخش على الليك يشتري فانت تاخد نسبة يعني زي الكاميرا اللي هنا اجي؟ لا دي مش كاميرا دي اللي هو اكس بوكس لا لا اخد بس كما نكمل يا عم نجيبه يا جماعة في اكس بوكس انا نكمل تصوير وفي جنبه في ار نكمل تصوير طيب يعني انت مش محتاج كده انا كليك انا ممنوعش الوقت اللي انا ممكن اربط فئة بعد اما تعد الشروط دي بفي وقت المراجعة دي راجو تاني يعني بعد العواج راجو عليها تاني انا ممكن اعمل تحايل على الفيديو تم ليه؟ تحايل ان انا اعمل نسا فيديو عن نفسي اتكلم فعل القناة وقولون الفيديو ده خاص بمحمد صلاح في ملايين هيجو وشوف الفيديو بس الفيديو مخالف مخالف ليه؟ لان ده ما لهوش علاقة بالفيديو ولا ليه علاقة بمحمد صلاح ولا ليه علاقة بأي حاجة اذا بحد ذاته ايه سيحصل شركة يوتيوب تقولك ان انت محتوى مخادع مليكش ربحة عندي وبشرط ممكن ياخد قناة بتاعتك يعني كمان اليوتيوب بيحارب بيحارب انتحال الشخصية ده ممكن ايه فعلق القناة مش هقولك ان انت تاخد تحذير بقى لا قفل ولو اتكرر الموضوع في قراطين تابعك ممكن اصلا يلغولك خدمات يوتيوب عن ايميل نفسه انت ملكش دعو باليوتيوب مانا ممكن اعمل ايميل كانت ماشي يا حبيبس انت هتحتاج ان انت تسحب بلوسك ببطاقتك حد ذاته هتتعرف هتتعرف طيب نفس الشخص لاح كذا برضه كويس ان احنا عملان برنامج في الموقع مالوش اراقب بمحمد صلاح لا بس احنا ممكن ندخل الكرة في الموضوع انا محددتش اهنا موقع ممكن موقع في ملعب قرأة هو موقع يلا سئلة تانية بقى كده خلاص بالنسبة جايت سنس انا خلاص كده اعرفت انا اعمل القناة ازاي وهربطها لسا تمام كده بقى نقول الناس ايه تنسوش تعملونا ايه سابسكرايق اشتراك في القناة وايه نزله بص على المصادر لايك ايه كلاب ده نزله بص على المصادرات لو الرابط بتاع القناة بتاعي تحت تحت المدوانة على طول تكي عليه و ازاي برضو رابط الموضوع بتاع يعني ايه و ازاي ممكن تكسب منه برضو في الوصف و بقى شجعونا بلايك كومنت لو فيها ايه حاجة في الموضوع مش مفهومة او كده ده اوما الناس اصلا ما حابلتش حاجة يبقى كله هيعمل لنا كومنت كده و نحتاج برد على الكومنت بالكامل و اهم حاجة و ممكن برضو تروحوا لقناة السلسات في الموقع وتشتركوا معاه اشك ان الوضع هيعجب الناس بس انا متفائل بك كير لا بس فيه ناس هتدور على الموضوع انت اصلا الكلمة درجة في الموقع دور علي في الموقع الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اشتركوا في القناة